انذار وحادي أكسيد الكرفون تمشي على وطيرة جد ومرتفعة بحد اليوم تعدنا تقريباً 41 ألف جهاز وضع ولكن العملية متواصلة لأن الهدف تعنا والأوامر من السلطات العليا للبلاد هو أن نضع كاشفين في كل بيت وفي كل بيت مواطن جزائري وبالتالي هذه العملية سوف تستغرق بعض الوقت إلى نهاية سنة 2024 ولكن لازم نطرقه أيضاً إلى وضع عمدة شحن السيارات الكهربائية لأنه ولاية معسكر استفادت من 12 عمود شحن كهربائي ونجزها منه إلى حد الآن 4 إلى 5 والعملية مستمرة لذلك نحن ندو من هذا الملطقة يعني أنه المواطنين باش يقتنيوا سيارات كهربائية لأن الأعمدة موجودة وإن شاء الله والطاقة موجودة بكثرة